اشتركوا في القناة لكل من أحببته في الله لكل من دعا لي دعوة في ظهر الغيب زادكم الله من فضله ورزقكم ما تتمنون وأكثر وأسعدكم في الدنيا والآخرة وغفر الله لكم ورفع قدركم وجمعني وإياكم ووالدينا وأحبائنا في الفردوس الأعلى من الجنة جمعة مباركة على الجميع طبعا اليوم توقعاتنا اليوم الجمعة عشرة آذار مارس اليوم طبعا في عنا زاويتين عنفات جدا رح يبدأ تأثيرهم الأولى رح تكون ما بين المريخ وما بين نبتن والثانية رح تكون ما بين الشمس وما بين المريخ وثنتين تربيع عشان هيك اللي ما بدو يسمع الزوايا الفلكية لأنه رح أشرحهم باستفادة يسمع برجه واللي بدوش يسمع سلبيات يسمع برجه بس وينسى من الزاويتين هدول لأنه زاويتين خطيرات جدا فيهم كثير من التحذيرات فعشان هيك للمهتمين بالزوايا الفلكية بس أنا حبيت أني أحطهم وما أعمل لهم حلاقات خاصة زي ما حكينا اليوم توقعتنا اليوم الجمعة القمر موجود في برج الميزان في عنا اليوم خلو مسار في ساعات متأخرة من مساء يوم الجمعة القمر الآن موجود في منزلة الزبانية وهي منزلة للفساد والقطع والمشاكل ورح يظل القمر موجود في هاي المنزل إلى غاية الساعة أربعة ودقيقة من بعد عصر اليوم الجمعة لا ينتقل القمر بعدها لمنزلة الإقليل وهي منزلة للربح والحماية والثبات والسلامة والصداقة والاستمرار الجيد بالنسبة للقمر بما أنه موجود في برج الميزان معناته بالظل هاي أفضل فترة عاطفية لتعزيز أوصار علاقة عاطفية مع الحبيب أو تحسين علاقة زوجية نالها بعض التوتر منكون اجتماعي أكثر ومن ميل للإسترخاء وبيجد الغرام متنفس لدى العشاق ولكن ممكن تلعب الغير دور في علاقة لم تستقر بعد في هاي الفترة مننجح في أعمالنا الفنية وبوسعنا القيام بمشروع مشترك يمكننا أيضا إقامة حفل ماه أو إعادة تزيين البيت أو المكتب أو اقتناء حاجة جميلة بالنسبة للزوايا الفلكية طبعا أول شيء رح نحكي عنه اللي هي زاوية التربيع السلبية اللي بين المريخ وبين نبتون اللي تأثرتها من يوم عشر ثلاثة ورح تستمر لغاية يوم تسعة عشر ثلاثة ذروتها يوم أربعة عشر ثلاثة في تمام الساعة 11 و 38 دقيقة مساء بينتبنا شعور بالتشتت وعدم التركيز وانخفاض الطاقة والشك والخداع والفضائح وبتزداد حالات التسمم الغذائية بسبب هاي الزاوية ممكن نتعامل مع بعض الأشخاص ونكتشف لاحقا إنهم بيكذبوا علينا وممكن نشعر بالذنب ومنها ممكن أشخاص يتذكروا إيذاء شخص في الماضي بدهم يحذروا الأشخاص اللي بيتناولوا الأدوية لأنه ممكن يتناولوا أدوية بطريقة خاطئة أما بالنسبة لدوليا أو تأثيرها على العالم الخارجي مش على الأشخاص فهي بتدل على الطراب سياسي في البلاد بسبب ازدياد نفوذ الجيش أو ازدياد شعبية بعض الجماعات الدينية المتطرفة وممكن تشهد هاي الفترة بعض الحوادث الطبيعية من فيضنات أو غرق بعض السفن أو ناقلات البترول أو حرائق أو إضرابات في قطاع الصناعة والصحة وممكن يكون من الصعب ملاحظة مصادر المشكلات أو مجابهة المخادعين بهاي الفترة أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية التربيع سلبية بين الشمس وبين المريه وهاي أخطر من الزاوية اللي قبلها طبعا هاي الزاوية تأثيراتها من يوم 10-3 ورح تستمر لغاية يوم 23-3 يعني قرابة الأسبوعين ذروتها يوم 16-3 في تمام ساعة 9 وتسعة دقائق مساء بيسود جوه من التوتر والعدوانية وبحيث أنه بيتوجب علينا الحذر عند التعامل مع الآخرين لأنه أي كلمة غير محسوبة ممكن تأخذ على محمل مغاهر وتدقلنا بمواجهات إحنا بغنى عنها هاي الزاوية دائما بتشير لفترة من التحدي والصراع والنشاط ممكن انواجه مقاومة أو منافسة أو عداء من طرف آخر سواء كان رئيسك أو شريكك أو عدوك ممكن تشعر بالغضب أو الإحباط أو التعب وممكن تحتاج لإظهار شجاعتك وإصرارك ومثابرتك من المهم أنك تستخدم طاقتك بشكل إيجابي ومنا وحاول أنك تتجنب العنف والمخاطرة أو التسرع كما أني بنصحكم بإنكوا تحافظوا على هدوءكم وصبركم وإنكوا تستمعوا لآراء الآخرين بين فتاح واحترام بترتفع وطيرة المواجهات والتفجيرات في البؤر الساخنة بالفترة اللي ذكرناها أو احتجاجات أو عنف وبتدل على أن الحكومة ممكن تميل لممارسة سياسة قمعية أو لفرض نفوذها وسطوتها طبعا أي حكومة إحنا هنا منحكي عن المناطق اللي بتكون محتدمة أو حامية أو فيها نوع من أنواع التوتر برضو بتدل كذلك على ازدياد أعمال العنف والعدوان وكذلك إضرابات في قطاع الصناعة أو قطاع الصحة بالنسبة للطبيعة طبعا إلها حظ أوفر من هاي الزاوية ممكن تتأثر أيضا هاي الزاوية أو تأثر هاي الزاوية بأنه يكون في بعض الزلازل أو الأمور اللي إلها علاقة بالطبيعة أو حرائق أو انفجارات أو طقس متقلب لأبعد الحدود من أمطار عنيفة أو برد قارس أو حار جدا أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية إيجابية زاوية التزديس إيجابية بين عطارد وبين أورانوس وهاي طبعا رح تبدأ تأثيراتها يوم عشر ثلاث ورح تستمر حتى ثلاثة عشر ثلاث يعني مدتها ثلاث أيام ذروتها يوم احدى عشر ثلاث في تمام الساعة تسعة وثلاث دقائق مساء بتوقيت جرينج بننشط فمنباشر بأكثر من مسعى في أكثر من اتجاه في نفس الوقت كما أنه هاي زاوية بتعزز قدراتنا العقلية فبتساهل علينا حل وفهم مساء العلمية تعذر حلها مسبقا وبنشعر بالثقة وبقوة الحدث الموجودة لدينا أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تسديس إيجابية بين الزهرة وبين المريخ وهي تأثيراتها من تسعة ثلاثة ولغاية أربعة عشر ثلاث وطبعا ذروتها يوم احدى عشر ثلاث في تمام الساعة ثلاثة وأربع دقائق عصرا بتوقيت جرينج بيسود جوعا من الود فبتسهل علينا التفاهم مع الآخرين وبتعزز العلاقات العاطفية الناجحة بتكون الحالة الصحية للناس جيدة جدا وبتقل الأمراض وبيميل الناس أكثر للترفيه والتسليف الأندية ومزاولة الأنشطة الرياضية هاي فترة مناسبة لتنظيم المباريات والألعاب الرياضية أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تسديس إيجابية بين الشمس وبين أورانوس وهي آخر يوم لتأثيراتها هاي زاوية بتعزز قدراتنا الإدارية وبتضفي جاذبية على شخصيتنا كما إنها بتعزز قوة الحدث لدينا أما بالنسبة للزاوية اللي مع القمر فطبعا أول زاوية زاوية تقابل سلبية بين القمر وبين الزهرة وهي راح تكون ذروتها الساعة 9 و 6 دقائق صباحا بتوقيت جرينج أكثر المتضررين هم اللي بيكون عندهم مشاكل عاطفية إذ بيتجه للتنفيس من خلال صرف النقود بإسراف دون حسب طبعا تأثير هاي الزاوية طيلة النهر أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية التثليث إيجابية بين القمر وبين المري وهاي راح تكون طبعا ذروتها الساعة 11 ضهرا يعني برضو تأثيراتها طيلة اليوم بتلوح الفرصة لتحصيل على مكسب مالي وبنندفع للإهتمام بصحتنا أكثر أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تربيع سلبية بين القمر وبين بلوتو وهاي بما أنه القمر وبلوتو يعني ورح تكون ذروتها الساعة 11 و 36 دقيقة مساء بتوقيت جرينج يعني آخر زاوية وبعدها في خلوم مسار هاي الزاوية تأثيراتها بتبدأ من ساعات العصر وبتستمر لغاية صباح يوم السبت ابتدفع بعض الأشخاص للتسلط ومحاولة فرد سيطرتهم على الآخرين ممن حولهم من الأصدقاء وأفراد العائلة بعد هاي الزاوية مباشرة بيبدأ عنا خلو المسار يعني خلو المسار رح يبدأ الساعة 11 و 36 دقيقة مساء بتوقيت جرينج ورح يستمر حتى تمام الساعة 12 و 5 دقائق بعد منتصف ليل الجمعة على السبت لا يستقر القمر بعديها في برج العقرب هذا بيعني أنه الفترة المذكورة لا تصلح للبدء بأي عمل جديد أو مهم مثل توقيع عقد أو خطوبة أو زواج أو شراء شي ثمين بل إكمال العمل اللي بدأنا فيه قبل خلو المسار بالنسبة للأعضاء اللي في جسمنا اليوم الأكثر حساسية عندنا الكلة والحالب والمثانة البولية الأوردة والجلد كعضو لللمس والبنكرياس والأنسولين وأسفل الظهر والزايد الدودية طبعا هذا اليوم لا يوصى بإجراء عمليات جراحية برضو إلا إذا كانت اضطرارية هي أخف من الأيام الماضية يعني ممكن إجراء العمليات الجراحية ولكن اللي بأخذه مميعات يحاولوا أنه يأجلوا كمان يوم بيكون أفضل أما بالنسبة للأعضاء اللي ذكرناها ما بجوز عمليات جراحية لإلها نهائيا حتى عمليات التجميل الحقن الجراحة ما بنصح فيها إلا الشغلات اللي إلها علاقة بشغلات بسيطة أما الجلد كله أساسا بيكون في حال حساسية بالفترة هذا اليوم لا يصلح لإزالة الشعر الزائد إلا بالطرق التقليدية أما بالليزر أو المواد الكيموية فما بنصح فيها يصلح لقص الشعر التجميلي يصلح للحنة ولكن لا يصلح للقص العلاجي بالنسبة للقمر بما أنه رح ينتقل لبرج العقرب معناة خلو المسار القادم رح يكون يوم الاثنين تلتاش ثلاثة في تمام الساعة ستة وثمانية وخمسين دقيقة صباحا بتوقيت جرينيتش ورح يستمر حتى تمام الساعة سبعة وعشرين دقيقة صباحا بتوقيت جرينيتش لا ينتقل القمر ويستقر في برج القوس أما بالنسبة لعمر القمر عمر القمر انحسار المحدة بثمانتاشر يوم في تمام الساعة ستة واثنين وثلاثين دقيقة مساءا بتوقيت جرينيتش بصير عمره تساعتاشر يوم نسبة الإضاءة بتصير بصير حتى يوم الاثنين وثلاثين في المية أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في الحوت حتى يوم عشرين ثلاثة سعيد بنسبة عشرة في المية القمر في الميزان لآخر يوم منتحس بنسبة عشرة في المية الآن في ساعات الصباح بصير سعيد بنسبة 15 في المية في ساعات الظهر بترتفع نسبة الساعة الى خمسة واربعين في المية وبكمل لآخر النهار عطارد في الحوت حتى يوم تسعة عشر ثلاثة سعيد بنسبة ثلاثين في المية الزهرة في الحمل حتى يوم ستعاش ثلاثة سعيد بنسبة سبعين في المية المريخ في الجوزاء حتى يوم خمسة وعشرين ثلاثة سعيد بنسبة خمسة في المية المشتري في الحمل حتى يوم ستعاش خمسة سعيد بنسبة خمسة في المية زحل في الحوت حتى يوم 17 ستة سعيد بنسبة 15% اورانوس في الثاور حتى يوم 29 ثمانية سعيد بنسبة 15% نبتن في الحوت حتى يوم 36 سعيد بنسبة 15% وبلوتوف الجدي حتى يوم 23 ثلاثة سعيد بنسبة 15% وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل بالنسبة لموليد برج الحمل طبعا اليوم يعتبر يوم مميز بما ان الشمس القمر راح يكون يعني بشكل زوايا ايجابية ورح يكون سعيد معناته راح يعزز العلاقة ما بين الشركاء سواء شركاء المال شركاء العاطفة بعض نوع من انواع التفاهم والهدوء والود أثناء التعامل معاهم ولكن بتظل الطاقة فيها نوع من انواع الضعف لآخر يوم يعني ابتداء من يوم السبت الأجواء بتتغير بشكل أفضل ممكن يكون فيه سوء تفاهم او حساسية زيادة او ردات فعل في عصبية حدية فعشان هيك بتكون تحاضروا القطيعة والدعاوة القانونية لانه خصمكم شوي ممكن يستفزك بالفترة هاي وحاول انك تحل كل الأمور بموضوعية برج الثور بالنسبة لموليد برج الثور طبعا بيظل التركيز على العمل وعى الصحة فعشان هيك تجدوا اليوم ان العمل بيتراكم لديكم اكثر من الحد الطبيعي رغم انه اليوم عندكم قدرة بسبب القمر وساعدته انه تحلوا بعض المسائل العالقة او تنجزوا بعض الأعمال او تتموا بعملكم او تطويره ولكن ممكن تجدوا تعاون من بعض الزملاء ولكن اللي حكيتها انه ما تفرضوا سلطتكم على زملائكم وما تعملوا اكثر من عمل في نفس الوقت حاولوا انكم تمارسوا اليوم نشاط بدني ماشي حركة اي شيء للمحافظة على لايقيتكم وبرضو عشان تشحنوا حالكم بطاقة ايجابية تتزامن الواجبات والتصعب وممكن تضطر للعمل وقت اضافي حاضروا برضو من التقلبات الصحية برج الجوزاء برضو اليوم بتشتد رغبتكم في التقرب من احباكم وتعزيزة العلاقة معهم وبتفيدكم الاتصالات واللقاءات اهمش انكم تلطفوا الاجواء وتحاولوا انكم ترجعوا العلاقات لطبيعتها بتنالوا ما بترغبوا وتنتصروا على كل الاعتبارات وممكن تحلوا مسائل عالقة او كانت مستحيلة وتعتبر هاي فترة ايجابية دعملة اليك بقوة على مستوى الترفيه على مستوى العاطفة على مستوى العلاقة مع الابناء على مستوى التجميل على مستوى ممارسة الهوايات يعني على كل الجهات في نوع من انواع الدعم وساعة القمر ابتدعماك وبتعطيك شوية حضو برج السرطان ابتحتل الامور البيتية والعائلية القسط الاكبر من تفكيركم يعني رح يظل تفكيركم وتركيزكم على البيت وعلى العائلة اهم شي انه اليوم عندك قدرة للتفاهم ولتعزيز العلاقة مع افراد العائلة بس اهم شي انك تتعامل بعقلانية بدون توجيه بعض الانتقادات او الحدية بالطباع او توبيخ الاحبة او لومهم ممكن تقلقوا بشأن مسألة عائلية او شخصية وواجهوا الامر الواقع بمنطق وحاولوا ايجاد تسويات تحمي حقك ولا تفرض رأيك فترى مناسب جدا لصيامة البيت لترميمات حفلة مناسبة فرحة معائلية برضو بتعطي نوع من انواع الايجابية برج الاسد بالنسبة لموليد برج الاسد طبعا النشاط عالي جدا اليوم على مستوى التنقلات والاتصالات والحوارات والنقاشات والدراسة على مستوى الامتحانات المدرسية للطلاب المدرسي وهو في المراحل الابتدائي والثانوي بوسعكو اجتياز امتحان بشكل جيد طبعا في ناس راح تقول اليوم الجمعة معطل المدارس لا في دول المدارس مدومة يوم الجمعة لا تعتبروا طلب النسبة لهم بتنشطوا بالسفر القصير والحوار بتعززوا العلاقة مع الاخوة مع الجيران بتكثر النشاطات على حسب حق الاقتصاصك بتكون لك لقاءات عديدة واستطاعتك الدفاع عن حقك والتعبير بوضوح وصراحة عن مواقفك اهم اشي انك ما تتردد بالتحرك برج العذراء بالنسبة لموليد برج العذراء طبعا اليوم بيحمل فرصة لمكسب مالي بيكون على الاغلب من عمل اضافي ومنكم اشخاص اليوم ممكن يحصلوا على هدية او جائزة او يعني نوع من انواع الدعم لا تتهربوا من تقديم المساعدة وبرضو لا تبالغوا بمصاريفكم كنوا معتدلين وموضوعيين في النقاش والمساومة والمصاريف وحل المسائل المالية بدون توتر وبدون عصبية وبدون حالات الارباك يعني الاهتمام كله رح يكون على الوضع المالي اهم اشي انه تقلل من مصاريفك اهم اشي برضو انك مادة ينحد فلوس يعني لانه ما رح يرجعهم برج الميزان بالنسبة لموليد برج الميزان طبعا طاقة عالية جدا اليوم افضل وافضل مع ساعات القمر تعطيكم ثقة بالنفس اخبار حلوة ملفتين للانتباه للجنس الاخر حيوية اهتمام بالمظهر نفسية مرحة حابب انك تختلط بالمجتمع اكثر على المستوى العاطفي برضو ممتاز جدا بعطيك برضو شوية حضود بتستفيد منها بشكل كبير اليوم تستعيد حماستك وبتنهمك بادخال تعديلات او تغييرات على روتينك او على مظهرك بتقوى نسبة نجاحك وبتشتد عزيمتك وبتنقلب المعطيات من تلقاء ذاتها لصالحك برج العقرب بالنسبة لموليد برج العقرب طبعا القمر ما زال لاخر يوم موجود في بيت المتاعب فعشان هيك بتكونوا تهتموا لصحتكم لانه بظل في نوع من انواع الشعور بالتعب او الملل حاولوا انه تاخدوا قسط من الراحة حاولوا انجاز الاعمال بشكل روتيني بدون البدء باعمال جديدة هو صحيح انه اليوم رح يكون افضل من الايام الماضي من ناحية الطاقة لانه القمر سعيد فهذا الشيء بعزز امور الها علاقة بالشركات الكبيرة بالمؤسسات الكبيرة بالشغلات اللي الها علاقة بالوضع الاجتماعي او علاقاتك الاجتماعية ولكن ممكن تظل حساسيتك مرتفعة حاول انك اليوم ما توقع على عقد ما تبدأ عمل جديد يعني اجله لا يوم السبت بكون افضل لانه الفترة هاي بظل فيها نوع من انواع فراغ الحظ اه حاول انك تحلل امور بهدوء وابتعد عن الضوضاء والعصبية وردات الفعل والتوتر برج القوس بالنسبة لموليد برج القوس طبعا برضو اليوم عندكم نشاط على المستوى الاجتماعي وحلاقاتكم الاجتماعية ومع اصدقائكم وممكن تسعدوا من لقاء او اتصال ما بينك وبين احد الاصدقاء او تعونهم معكم منكم اشخاص اليوم ممكن يكون في حفلة او مناسبة او يتوجه لهم دعوة او او حتى لقاء اجتماعي ما بينك وبين احد الاصدقاء او احد المعارف بدروا لملاقات الاخرين بيطمعن بالكم لانه اليوم بتجدوا حليف بيدعم تصوحي تصوراتكم وحاولوا انكم ما تستسلموا يعني لو اجيتوا بدكوا تعملوا شغلاش حسيتوا انها فيها نوع من انواع التأخير او تأجلت كرروا المحاولة مرة اخرى تمشي معاك برج الجديد بالنسبة لموليد برج الجديد طبعا هذا اليوم برضو مناسب للاشخاص اللي بيبحثوا عن عمل او بيرغبوا في دخال تغيير على طبيعة عملهم برضو بينتبهي لكل مسؤولون اليوم وبيقدروا جهودكم ممكن تحصل تكريم او مدح او فرصة جديدة او عرض جديد وبتظل الاضواء مسلطة عليك خلال هذا اليوم فايجابيا مسلطة وسلبيا مسلطة فعشان هيك ما في داعي للمغامرات والمجازفات ومخالفة القوانين بتخضعوا لعدة تجارة مهمة ام اشينكم ما تضعفوا ما تجازفوا بسمعتكم وحاولوا انكم تقوموا بواجباتكم على احسن ما يمكن وقدموا افضل المستطاع برج الدلو بتنشطوا في السفر والاتصالات البعيدة والعلاقات مع الاجانب زي يوم امس بظل في نوع من انواع الحوار او اليوم بتظهر مسائل ممكن تناقش موضوع قانوني او موضوع الى علاقة بقضية او باشياء فلسفية او دينية ويعتبر هذا اليوم مناسب لاجراء مقابلة او اجتياز امتحان جامعي او دراسة تخصص او اختيار تخصص جامعي جيد للاستراد والتصدير جيد لالامور اللي الها علاقة بالعقود ممكن تبدأوا عمل او دراسة او تناقشوا موضوع عندك قوة عالية جدا على النقاش والحوار والاقناع بتقدر انك ترفض اي شيء ما بناسبك برضو ممتاز للاشخاص اللي بدهم يقدموا على هجرة او على سفر اهمش انه ما تخشوا شيء بل ثقوا بانفسكم اكثر وتعتبر هاي فترة مناسبة لاخد تجربة جديدة برج الحوت بالنسبة لموليد برج الحوت طبعا اليوم بتعيدوا تنظيم اموركم المالية المشتركة بتظل الامور الها علاقة بالاموال المشتركة اموال بنك ضريبة تأمين ميراث قروض ديون والفرصة متاحة لمكسب مصدر شراكة او تعويض وممكن تحلوا مسائل او تنهمكم اليوم بحل بعض المسائل المالية المشتركة او اللي عليها بعض الخلافات اهمش انه ما تهملوا صحتكم بتصبح الاجواء اكثر ايجابية وبتتجاوب معكم بشكل منطقي وعقلاني وحلو ايضا ممكن تلاقي اعمالك صدى طيب اهمش انك ما تتكاسل بل سارع للعمل دون مماطلة ودون اعذار ولكن اليوم بتشعر شوي انك بلشت تحتد بالطباع العصبية تسرع الغيرة الشك الامور اللي لها علاقة بالافكار السوداء هاي الوساوس اتحللوا الامور بطريقة غلط فعشان هيك لك تدعى سبريك يعني حاول انك تدو سبريك على اساس انه ما تتفاقم الامور هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله اعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك اترككم في رعاية الله وحفظه الى اللقاء اشهد ان 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 ا